بدورها أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوضع الإقليمي لا يزال خطيرا للغاية في المنطقة وقالت الوزارة على لسان متحدث باسمها ماثيو ميلر أن وقف إطلاق النار بحرب المنطقة سيهدأ الوضع على حدود لبنان ومبينا أنه من حق أي دولة استهداف جماعات إرهابية لكن ذلك لا يعني أن يكون المدنيين هدفا مشروعا وأضف أن وقف إطلاق النار سيوقف قتل المدنيين ويطلق صراحة الأسرة ويهدأ الوضع على الجبهات الأخرى وأن الوضع خطير للغاية على المستوى الأقليمي منذ السابع من أكتوبر ولا يزال كذلك